أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلوات وليس قرارا دائما وسيتم صرفه حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس استهل مجلس الوزراء جلسة الأسبوعية مشددا على عدم التخلي عن قطاع غزة وبدل الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة جاهزة لتولي شؤون القطاع فور حل اللجنة الإدارية التي شكلت حركة حماس مؤخرا لإدارته والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزرات وتمكينها من العمل في القطاع أكد مجلس الوزراء على دعمه خطة سيادة الرئيس محمود عباس التي ستنكلها اللجنة التي تم تشكيلها للتواصل وتباحث مع حركة حماس من أجل التواصل إلى حلول نهائية بشأن قطاع غزة والتي من المؤمل أن تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإنها الانقسام كما أكد مجلس الوزراء على جهوزية الحكومة من أجل تقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية على صعيد آخر حذر المجلس من مخاطر دعوات منظمات يهودية متطرفة لاختحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك عشية حلول عيد الفصح العبري من خلال المشاركة في فعاليات تمرين ذبح قرابين الفصح في منطقة القصور الإموية جنوب المسجد الأقصى داعيا أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى لشد الرحال إليه والصلاة فيه والمرابطة في بحاته والتصدي لاقتحامات المستوطنين حذر مجلس الوزراء من مخاطر وتداعيات دعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ولتنفيذ أوسع اقتحامات غير مسبوكة في هذا الوقت حسب الدعوات التي وجهتها تلك المنظمات المتطرفة ودعا مجلس الوزراء في ذات الوقت جميع ابناء شعبنا ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه وإلى الصلاة فيه والمرابطة فيه ومواجهة هذه الاقتحامات الخطيرة التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية والتي عادة ما تكون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ذلك دعا مجلس الوزراء ابناء شعبنا كافة إلى المشاركة الفاعلة في فعليات يوم الأسير الذي يوافق السابع عشر من هذا الشهر لتضامن مع الأسرى وذويهم وإبراز معاناتهم المتزايدة الناجمة عن ممارسات سلطات الاحتلال وسياساتها أكرم مفروغ تلفزيون فلسطين